أنت سألتني على الحكومة نفس الشيء إذن هذه الحكومة هناك نص يشير إلى أن هذه الحكومة تعرض على البرلمان للمصادقة وهو في المصطلح القانوني إجراء شكلي إجرائي كاشف وليس إنشائي بالتالي لا يعتقد إخواننا في البرلمان أنهم هم يعني يرفضوا الحكومة وغيرها وأنا أقول وقلت هذا لو أن رئيس المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي تمسك بالتشكيل للحكومة 32 فإن هذا من الناحية القانونية ووفق للدستور للاتفاق فهو نافذ لكن أنا تناقشت حتى مع السيد رئيس المجلس الرئاسي وهو يرى أن هذا فعلا قد يكون صحيح لكن هو يريد أكثر يريد أن البرلمان يمرر الحكومة ويمكن يقبل رد البرلمان لهذه الحكومة كتوصية كنصح والآن ربما المجلس الرئاسي يعكف على إعادة النظر